مرحبا بكم مشاهدين أينما كنتم في عدد جديد من برنامجكم اليومي نهار تراندينغ برنامج نحاول نسلط الضوء فيه على أبرز الصور والفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام وحتى تويتر مشاهدين الكرام نبدأ عدد اليوم بهاشتاغ ياسين ربوح الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ويعود هذا الاسم يوتيوبر جزائريا حاضر من ولاية ورغلا عرف بفيديوهاته الفكاهية على صفحاته أين يحضم؟ بمتابعة أكثر من مليون شخص على قناته بموقع يوتيوب إلا أن هنا الأمر يبدو عادي لكن الغير عادي والذي جعل صوره تتصدر صفحات هي ظهوره في مقطع فيديو مكبل اليدين وصاقطا على الأرض في وضعية صعبة بأحدى المستشفيات في مدينة العيون ولاية وهران الفيديو أثر الكثير من الجدال والتساؤلات والتأويلات ليخرج أحد أصدقائه المقربين ويقطع الشك باليقين في فيديو توضيحي يكشف عن حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لنستمع إلى ما قاله تمنعود إليك موسيقى إن شاء الله ما يكون غير الخير وأي يشوفوا معلومة خطأ ولا سينياله ولا كتبوا لي كمانتر قولهم باللي ياسين راهوا في حالة جيدة الحمد لله مشاهدين الكرام التعليقات جاءت كتالي في تعليق الأول يقول ربي شفيه ويعافيه صانع محتوى محترم وكل ناس تشهد عليه وفي تعليق محمد عمر يقول والله من أحسن يوتيوبان ليخدموا حاجة نقيا ربي يجيب لك شفا ونعودوا ندعمه وتولي أحسن من قبل وفي تعليق ستحتية تقول ربي يجيب أشفاء إن شاء الله وشدة في ربي كل شيفوت أين هو ياسين المفعن بالطاقة الإيجابية اللي كانت ديما توصلنا من عنده ويرسم الإبتسامة على وجهنا قدر الله وما شاء أفعل ربي يحفظه ويرجع لطاقته أكتر كراج بركة سعد الدين قال قصما بالله شقيت لقلبي إلا مرض ربي يجيب شفا وإلا إن شاء الله ولا أدية بشر حسب الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل مشاهدين وفي تعليق سمي يقول مسكين ربي شافيه ويعافيه أفضل وأحسن يوتيوبير ماما تحبوا بزاف كامل نتفرجوه لهم شفاء لا يغادر وستقمان وفي آخر تعليق تقول لغير غير فرحنا كيرك خير وعلى خير وهدك هو الصح كلش يتعود مشاهدين طبعا دعونا نستذكر وإياكم آخر فيديونا شهر ياسين ربوح حبر قناته باليوتيوب منذ قرابة شهر بعنوان العودة إلى السفر لنتابع مشاهدين الكرام نتمنى ليسين شفاء العاجل أمين إن شاء الله وننتقل إلى الهاشتاغ الثاني ابتلاع قطع الدومينو مشاهدين تعتبر لعبة الدومينو من أكثر الألعاب انتشارا بين الجزائريين إلا أن هناك من لم يكفي شغف اللعبة بل هناك من يستطيع ابتلاع قطع الدومينو نعم مشاهدين ففي حادثة غريبة أتارت دهشة كل من مرت عليه وسامع تفاصيلها على الفيسبوك حيث نجح فريق تبي بمستشوى لغوات بالجزائر من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 24 سنة بعدما ابتلع عشرون قطعة دومينو ونشرت المؤسسة الاستشفائية العمومية الاستشفائية الشهيد أحمدية بن عتيلة بالغوات بيانا وكتبت مفجأة غير متوقعة بمستشفى لغوات تدخل الفريق الطبي لإجراء عملية جراحية لإنقاذ مريض وأجراء العملية الدكتور أنيس بن فرحات والدكتور وليد محمد حيث تم انتشار عشون قطعة دومينو من معدة المريض الحمد لله المريض بخير وتحسنت حالته شكرا للفريق الطبي وفريق قسم العمليات وكل الطاقة المشارك في العملية الصحة أمانة واجب الحفاظ عليها طبعا مشاهدين هذه الحادثة تم تداولها على نطاق واسع المواقع التواصل الاجتماعي وسط دهشة الناشطين الذين تساءلوا عن سبب الابتلاء وعلقوا كتلي أسمى قالت ممكن يكون شخص عنده تأخر عقلي وكلاهم أو يكون في لحظة غضب الله أعلم هذا ليس المهم ربيش فيها مش سهلا وفي تعليق آخر يقول مش في عقل ليدير هذا الشيء يكون مختل عقليا على ما أظن على العموم ربيش فيها وفي تعليق آخر من أجيش تقول ربيش في المريض ربي يحفظ الطاقة ما طبي يعطيهم صحة الجراحين هذا بذات القمة في الأخلاق والعمل المتقن الله يحفظهم وفي تعليق ليلي تقول أو السؤال الذي يبقى مطروح لماذا ابتلع هذا الشاب كل هذه القطع جي تفهم والله تحير إذن مشاهدين منال قالت ليراهم يضحكوا الله يهديكم هذا اضطراب في الأكل ناتج عن مشاكل نفسية حسب رأي منال ما يقدرش يكون ترول يروحوا مع أنه عارف فيها أضرار السحة النفسية مش لعبة وضحك وليضحك يلحق مشاهدين أسماء قالت شكرا لجميع الدكاترة وخاصة الدكتور وليض حفظه الله على مجهوداته الجبارة في إنقاذ الحالات الحرجة فعلا بطل المهمات الصعبة أمينة قالت لا حول ولا قوة إلا بالله ربي شافيه الأطباء يعطيهم ألف ألف صحاب لكن هذا أكيد ماهوش في عقله أو عملية انتحار إذ كان إنسان كبير ربي يثبت علينا الدين والعقل يا رب العالمين مشاهدين وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج أنهار تراندينج شكرا لكم